اشتركوا في القناة 50 درجة مئوية خاصة في حفر الباطن لكن الأماكن الغربية من المملكة العربية السعودية ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهد غيوم ركامية والركام المزني تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر هذه الخارطة تمثل أماكن الهطول التي ستتعرض لها المملكة لاحظ أن هناك زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرك والبرد والرعد ستحدث في اليمن أيضا المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وأيضا الأماكن المقدسة مكة المكرمة ومنطقة المدينة تحدث عواصف رعدية مصحوبة بالبرك والبرد والرعد وتمتد شمالا تقريبا حتى تصل إلى الحدود الجنوبية من المملكة الأردنية الهاشمية إذن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية أحوال شديدة الحرارة في المناطق الشرقية وأجواء شديدة الحرارة في هذه الأماكن وأيضا في الأماكن الشرقية هناك نشاط للرياح وبالتالي هناك إثارة الببار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة بشكل عام بتكون حارة في معظم مناطق المملكة وأيضا تقترب من الخمسة أربين ستة أربعين خاصة في منطقة الرياض الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة نتوقع العظمى يوم الأحد تكون بحدود ستة أربعين سبعة أربعين والصغرى بحدود ستة وثلاثين أجواء شديدة الحرارة في النهار أجواء حارة ليلا أيضا كذلك يومي الاثنين والثلاثة أجواء شديدة الحرارة نهارا وأيضا حارة أثناء الليل في النهار بتكون ستة وأربعين سبعة أربعين لا العظمى والصغرى بتكون بحدود خمسة وثلاثين درجة مئوي مشاهدينا في المملكة العربية السعودية نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله